أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني استكمال التشغيل من مبنى الركاب تي فور في مطار الكويت الدولي ليشمل جميع محطات الخطوط الجوية الكويتية مع عدم محطة نيويورك اعتبارا من الأحد المقبلة وقال رئيس لجنة التشغيل في الإدارة المهندس صالح الفداغي أن التشغيل إلى نيويورك مستمر حاليا عبر مبنى الركاب الرئيسي تي ون